في دروس مستفادة كتير جدا 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 جماعة من اللي حصل في دولة الامارات الشقيقة انا قلت لكم بارح على احمد مرتضى منصور احمد مرتضى كان رئيس البعثة والراجل الحقيقة ما كانش بينام بيروح ليه الفندق اللي مقيم فيه البعثة بتاعة الفريق الاول والجاز الفني وايضا الفندق اللي مقيم فيه البعثة الاعلامية ده فيديو بسيط صغير باندل على شيء فانما يدل على ان احمد مرتضى حريص ان يوزع التذاكر لأعضاء البعثة جميعا عشان محدش يتبهدل زي ما حضراتكم شايفين بنفسه هو اللي بيشرف على هذه القصة ودي حاجة الحقيقة محترمة جدا في احمد برغم تعبه برغم المسئولية اللي كانت ملقاها عليه في هذه البعثة الكبيرة اللي بعتبارها اكبر بعثات نادي الزمالك في تاريخه الحقيقة لما المشامد طالب منصوري طلع سبع تمن تسع عشر نجوم كبار جدا من نجوم الكرة الزمالكوية والمصرية على مدار تاريخها ها علشان يسندوا الفريق بعثة اعلامية ولا اروع ولا اكبر بتتكلم فيه بعثة كبيرة جدا باضافة للجهاز الفني والادار والطبي للفريق الاول مش في العام ومن هنا كانت المسئولية ملقاة على احمد مرتضى واستطاع ان هو الحقيقة يزبط الرموط بالشكل جيد ليه لان هو عنده مسئولية كبيرة جدا عنده نجوم كبار مش عايزهم يقفوا في طوابير يخشوا الاستاد بشكل مش حلو لا كل واحد ياخد الايدي بتاعه كل واحد ياخد التذكرة بتاعته وحرص على ان يشرف هذا الكلام بنفسه ان هو يشرف على هذا الكلام بنفسه مداش التذاكر لاي حد او الايديهات لاي حد عندنا مسئول علاقات عامة لتسيط باسم حاجة محترمة جدا ومشارفة جدا وتعب معانا تعب السنين عشان نخش بالباس على فكرة من برا للاستاد من جوه الراجل كان بينزل من الباس كل دي عشان يقول للناس المسئولين ده البعثة الاعلامية بتاعت نادي الزمالك وفيها نجوم كبار بالنادي الزمالك فبتكلم على بعثة كبيرة جدا كل الناس دي تعبت فانا بشكرهم المشام الطالة منصور لما اصدر اوامره بيه ان مجموعة رموز نادي الزمالك ده تقدير منه ليهم الحقيقة ويشكر الراجل دائما وابدا بيحاول اسعاد كل الناس اللي حواليه من لعيبة من جماهير من ادارات من موظفين من عمال دي حاجة كويسة جدا واحنا ما شفناش الكلام ده من زمان انبارح كان معايا علاء فوزي نجم الزمالك واحمد رزق نجم الزمالك السابقين والكلم قالك احنا اول مرة نشوف هذا الكلام احنا ما شفناش الكلام ده قبلي كده مع قيادات كبيرة جدا توالت على رئاسة نادي الزمالك ما شفناش كده كان رئيس بعثة امين صندوق مثلا وشكرا اللي كان بيطلع ما بنقولش ان ده يعني وحش لا خلاص ده دي وجد نظر رئيس النادي لكن لما مرتد منصور بيعمل كل الكلام ده فهو بيخرج برد صندوق تماما وده اللي عجبنا فيه وده اللي الناس متمسكة بيه